هل المارجانات مثلاً هل الملتقيات الإعلامية التي تجمعنا أكل لنا كعرب نعم وعلميين عرب نعمل في الكطاع الإعلامي وشي ممكن تضيف لنا على الصعيد المهني على سبيل المثال وايد أشياء كثيرة يعني شوف أول شيء العلاقات الأفكار الجديدة يعني أنا ممكن أجي اليوم أسمع برنامج في المملكة العربية السعودية قدموا فكرة يمكن أنا راح أتبناها أقدمها عندي في الكويت ممكن في تونس قدموا فكرة أعداء مميز في لبنان تسمع مثلا الآن شوف مثلا إذا ينا بعض البرامج متعودين على الرتابة فيها صحيح مثلا فتية مثلا تشوف إذا ينا نتكلم عن البيئة وهالسنة مثلا فيه برنامج عن البيئة البيئة دائما نتكلم مذيع ومذيعة هو وهي و يسردون القصة أو الموضوع عن موضوع معين لكن تخيل لما يكون فيها عمل درامي قصة حدث رايحين مثلا البر و القنص و تصير تفاعل ما بين الأب و الأم و تقول مثلا حافظ على البيئة حافظ على المكان الذي أنت فيه هذا ترى شكل جميل فيه اكتسبناه ترى من خلال المشاركات ترى يعني كانت تقول نحتاج لنكسر الرتابة بالضبط تمام فيه في المحتوى الإعلامي أو في القوالب الإعلامية التي من خلالها نوصل الرسالة و علشان جديد تقومنا نكتشف مثلا أيضا ترى تكتشف إبداع الشباب السراحة الإخراج القديم لما تسوف والحين تسمع أو تشاهد في التلفزيون ما بين الإخراج القديم يمكن الناس تحب الشكل بعضهم يحبون يقولك أنا أحب التقليدية في عمليات الآن لا الشباب يبي شيء مبهر الآن نحن في الآيفونات والأجهزة والتقنيات والتقنيات تطورت الآن قبل نشوف واحد يتغير ويها الحين صار بالتلفون نقدر نغير الوجهه يعني شيء صار شيء غير الآن ها